أصدر وزيره والتعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد ألشيق قرارا بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني وذلك بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم برامج تطوير التعليم الإلكتروني انطلاقا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني في المملكة وتتمثل مهام اللجنة بابداء الرأي والمشورة في القرارات والتواجهات الاستراتيجية والأفكار المستقبلية وتقييمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية والمراجعة الدورية وتقديم التوصيات إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالميا من جهة أكد وزير التعليم أن الوزارة تعمل حاليا على عدد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقض والفلسفية في المواقف الحياتية المختلفة